موسيقى أعزائي صباح خير تمكن فريق الغوص الكويتي قبل فترة وجيزة من أنقاذ زوجين من السلاحف النادرة التي شاء قدرهما أن يدخلا حوض مضخات تبريد المياه في منطقة الشعبة حيث يحتوي هذا الحوض على مواد سامة قاتلة للأحياء المائية وكان لفريق الغوص الكويتي البادرة الطيبة في إنجازها هذين الزوجين من هذا الحوض الذي ذكرناه قبل قليل وكان لها الأثر كبير في إشادة كبيرة من المنظمات البيئية العالمية بدور الكويت في المحافظة على البيئة وكائناتها حول هذا الموضوع يسدنا أن نصدف أحد أعضاء الفريق المشارك في هذه العملية سيد وليد الفاضل سيد وليد صباح الخير وأهلا ومرحبا بك معنا صباح النور يا روز سهلا نبدأ حديثنا هذا بقصة أو كيفية دخول هذه السلاحف في هذا الحوض بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نشكركم وشيء على الضيافة وكذلك نشكركم على متابعتكم لأعمال فريق الغوص الكويتي الحقيقة هذا الحوض طبعا نساحته تقريبا 2000 متر مربع وهو بارتفاع مثل ما يسمونه الكويتين برشة بجانب البحر يبعد عن الساحل 200 متر وفي بايبات خاصة توصل هذا الحوض من البحر إلى الحوض طبعا بطريقة مثل ما يقولون يعني لأسباب فنية دخلتها الساحل 2 إلى داخل البيبات التي طولها من 2 متر وتفاجأوا الناس التي تشتغل في المحطات أن هناك زوجين من السلاحف قاعدت تطفو في الحوض لنسبة لكلور فيه الماء واحد والكلور ثلاثة وطبعا هذا يعتبر يعني هم متعمدين حاطين هذا يقتلون كل حياء الماء أو الطحالب على أساس يعني أن الماء يصل إلى المكاين نظيف ونقي وكان صعوبة استخراج السلاحف وكذلك صعوبة ردت السلاحف مرة أخرى إلى البحر لأن الحوض مستوى أنزل من البحر وطبعا يعني الماء يكون طبعا لا شكل أغوى ففعلا كانت مشكلة شبيرة كيف خراج السلاحف في هذا الموقع نعم ومن هي الجهة التي قامت بتكليف الفريق لإنجاز هذه المهمة الحقيقة جاءنا تصال هاتفي عاجل من الإخوان في مجلس فيماية البيئة وطبعا مجلس فيماية البيئة هي أكبر سلطة في البلد مهتمة وتراقب الوضع البيئي في الكويت وفعلا بعد الاتصال على طول يعني باشرنا في هذا العمل عشان شذي يعني الاتصال أصلا كان من مجلس حماية البيئة في الكويت هنا وكان تجاوبة جدا سريع في هذه العملية نعم سيد وليد كيف كانت ردت فعل الفريق بهذا التكليف هو الحقيقة كان بالنسبة للفريق يعني عمل جديد احنا اشتهر عملنا ننقذ أو نقوم بانتشار الزوارق والإخوت وقمنا بعملات نقاذ حتى لناس غرقة لكن أننا ننقذ يعني حيوانات أو كائنات كايم بالنسبة لنا شيء يديد عشان شيء طبعا ما بادرنا أن نوافقنا العملية مو لأننا ما نريد نخدم ودنا نخدم بلدنا بكل ما نملك لكن سوينا رحنا وشعينا الموقع وشفنا نحوظ مع الأخوة ضاء الفريق وناقشنا الوضع وقعدنا مع الناس اللي تشتغل في الموقع نفسه ودرسنا دراسة وافية حتى نقدر نعطي هذا الأمر وكان ودنا ننجح لأن ما شاء الله معظم أو الحمد لله كل عمالنا مشت بنجاح شبير وودنا نكمل هذه النجاحات حتى نستمر في العطاء الجيد هذا يمكن كانت بداية ردد فعل الفريق أول ما سمعنا هذا النظر أعتقد أستاذ وليد هناك مشاهد مصاحبة لهذا الحديث حول عملية إنقاذ هذا الجوز من السلاحة نشاهد الآن هذه المشاهد حبدا لو تعلق عليها طبعا هذه الحمسة مثل ما يقول الكويتين أو السحلفات واحدة منهم قاعد تشوف حظها أو شاء قادرها لننجح في هذا الحوض المتروس فلور كان بداية خطة وطرح خطة بين الفريق والاتفاق على المنهج معين نشتغل عليه كعمل جماعي كل الشباب مطوعين طبعا ولا واحد مظيفة هذه فلابد أن نناقش خطة باستفادة حتى نتم أنزل نزل وارق خاصة لهذه العملية طبعا الحوض فيه خطورة زوارق عادية لازم زوارق يعني تطفو وتشوف شغل الشباب ما شاء الله طبعا هذه الكريت خاصة بنزل زوارق وكانت بداية بالعملية ومخاطرها وتشوفون تيارات المائية الموجودة وايط طوية يصعب أنها عملية غوزقة